بسم الله أبو الإبن والروح القدس الإله الواحد أمين كل سنة وأنتوا طيبين بركة أمينا العذرة اليومين دول تفرحنا وتحل المشاكل وتنجي الناس كلها أعوز أكلمكم عن بعض القديسات اللي سمتهم قديسات في الضل في الضل يعني مش قاعدين مرتحين معناها أنه مفيش كلام عليهم كتير بس الحياة لو تأملناهم هنلاقي أن جواهم فضائل عالية جدا والقديسات اللي في الضل دول أكيد في السماء هيبقوا منوارين لأنهم عاشوا جنب تعبهم وجهدهم عاشوا في الخفاء أو يعني مش بينين قوي زي ما مثلا رجالتهم أو أولادهم كانوا بينين أول شخصية فكرت فيها الحياة مرات أبونا نوح زوجة نوح نوح شخص عظيم جدا كل الأباء بصولوا من زاوية أنه مخلص في جيله أو رمز واضح للمسيح واللي حصل ده كان رمز واضح للمعمودية زي ما ذكرها القديس بطرس برسلته إنما مراته فين في القصة؟ مراته دي مذكورة من غير اسمها مرات كتير يا قوي في قصته لأنه من إما يتقال نوح يبقى مراته جنبه وعشان كده عاوز أتأمل شوية في مرات نوح ودورها العظيم في حياة نوح وحياة البشرية كلها لأن أنتوا عارفين نوح بعيلته بدأ البشرية مرة أخرى طفان كسح العالم كله بسبب الشر العالي قوي في عيلة واحدة بس ممثلة في نوح ومراته وثلاث أولاده ثلاث ستات الأربعة كابلز دول الأربعة أزواج وزوجات بدأوا عالم جديد فيقول تكوين ستها دي مواليد نوح كان نوح رجلا بارا كاملا في أجيالي وصار نوح مع الله وولد نوح ثلاثة بنيه ساما وحاما ويافس وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما أول نقطة عجباني في مرات نوح هي الخضوع لجزر الست دي الحقيقة ما سمعنا الهرحس لكن جدع جدا ومشي ورى جوزها طول الوقت وحققت يعني كل الأحلام الروحية بتاعة جوزها أو حققت مشيئة الله في حياتهم بسبب خضوحة الجزوجها رغم صعوبة الطيار يعني الجو كله فاسد طبعا تعرفين لما يكون الجو فاسد ستات كتيرة تبص حواليها وتقول شو معنى الناس دي عندها وشو معنى دول بيعملوا وشو معنى دول بيقولوا تلاقي الستات بسهولة كده ينجارفوا وراء الطيار العام الست دي شايف الفساد في كل حتة جوزها هو مرجع رجل الله بيخاف ربنا بيسمع صوت ربنا حتى لو هم مختلفين عن كل البشر بدون استثناء رب ولادهم بطريقة مختلفة عن كل البيوت اللي حواليهم طبعا الفضل هنا للأم فامرات نوح دي بتسمع كلامه شايفة حاجة كبيرة قوي عارفة انه ده بتاع ربنا شايفة صح حتى لو العالم كله قال عليه غلط كلكم فاهمين ان نوح ده تعرض الى هجوم من كل الناس بصين له ده راجل مجنون ايه اللي بيعملوا على جبل ده بيعمل مركب على جبل ومرأة المغفلة مصدقه وشغاله معاه هي فضلت مغفلة في نظر كل الناس بس هي الست الوحيدة اللي عاشت بعد كده هي وزوجات أولادها كمان رغم طول المدة خلي بالكم حياة نوح ما كانتش سهلة أبدا ليه عشان واحد يعيز ضد الطيار ويبقى دايما له فكره مختلف عن كل اللي حواليه ويفضل يحافظ على نفسه وبيته في نقاوة الزنا كان كتير قوي القتل الخلاعة الإباحية كل صور الفساد انتشرت جدا وحشية وهمجية وإباحية وكل حاجة غلط ودول عايشين كأنهم بفكر عهد جديد زوجة واحدة لزوج واحدة زي ما ربنا كده ابتدى البشرية هم ماشيين على طقس أدم وحاوة زي ما ربنا قصد بالظبط انتهى المثالية والطقوة والجو كلهم لخبط الفضل هنا مش لنوح بس الفضل لامرات نوح طول المدة انتوا عارفين المدة خدتها الدقيق مئة سنة بيبني الفلك وسنة كاملة جوه الفلك سنة بدون استثناء وده ده حبس احنا لما تحبسنا يعني شكوية كم شهر كله تعب شوية وتشده لا ده الموضوع مختلف خالص بقى جوه الفلك زي ما هنشوفه دلوقتي كمان نوح بيتشتغل بمين بعياله التلاتة وامراته ستة امرات نوح دي بتشيل الخشب وبتصمر وبتجمع مسامير وبتقصص شجر وعملتها لملم في الحاجات بقى الرفايع اللي بتقع وكل يوم عندها شغل قد كده ده شغل انجارة مية سنة تعرفين الفلك ده لما وصفوه وتعمل عليه اوتيل في المانيا بنفس حجم المواصفات اللي جاي في سفر التكوين حاجة ضخمة جدا يعني حجم كده تمشي العربية جنبه كم دقيقة يعني فده شغلة ضخمة وخدت كتير قوي مجهود مين اللي شايل الشغل ده كله ده لما واحدة فيكم بتبقى بتجهز بيتها ولا بيت بنتها مثلا تقعد ست الشهور تتعدى ملعاف فيها يعني قال قنقشة ايه ومحرق ايه وكهربا ايه واسبكة ايه مش كده تصور احنا بنتكلم في فلك هيعيشوا فيه كمية حيوانات مهولة مع فور كابلت اربعة يعني ازواج وزوجات والمدة مش معروفة هتقعد قد ايه ولو فيه خارم هيغرقه فالموضوع في منتهى الدقة مين بقى الشيلة الشيلة دي كلها ورا جزها مرأة نوح اول نقطة هي الخضوع للزوج تاني نقطة جميلة تشجيع جسم صدقوني الست دي لازم كانت مشجعة الجسم كانش يقدر يمشي الشغلة الصعبة دي لو ما كانتش امراته دي اسد ووقفة في ظهره وبتشجعه وتقوله نسمع كلام ربنا ربنا معا حق العالم ده هيخلص ربنا بدل قال فيه طفان هيبقى فيه طفان تشجعها سند جزها جدا يقول في تكوين ستة سبعتاشر ها أنا قاتي بطفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه يروحها يا من تحت السماء كل ما في الأرض يموت لكن أقيم عهدي معك كلام ربنا النوح تدخل الفلك أنت وبنوك ومرأتك ونساء بنيك معه ده ده الاتفاق من الأول على الكلمة دي الست دي كملت السنين دي كلها في كفاح وفي جهاد ليه؟ بنا قال كده فضلت تشجعه أكيد نوح زي أي إنسان ممكن يجيله أيام يتعب يزهق يحبط ييأس يتعكر يلاقي حاجة بتده يشتغل فيها وبازت أو عملها غلط ما قلت لازم ده كله كان هيحصر ما كانت سوراة ستة عظيمة تشجعه تقول له لا نكمل اللي ابتدينها لازم نكمل ده رأي ربنا هنا التشجيع كان واضح لأنه ما حسناش إنه نوح ده بيضعف يا ما رجالة تبان قوية غالباً وراهم ستة قوية لأن الراجل طبيعي يطلع وينزل لكن فين الستة قوية اللي بتسند وتقول له لا نكمل وإحنا ابتدين صح وده شغل ربنا كمان فضلت منفصلة عن العالم يعني إيه؟ مش معنى إنه إنها عايشة في الدنيا هي دخلت في الدنيا فين بقى الستة اللي بتفكر تلبس إيه وتتزين إيه وتشتدي إيه وتوضى بإيه بدنيتها؟ فيش كلام الفاضي ده إحنا وراونا مأمورية واحدة خلاص نفوسنا يا ريت كل الستة تيتعلموا من الستة دي خلاص نفسها هي وعيالها يتخيلت الطفان والغرق وهتشوف جوزها حبيبها يغرق وعيالها دول هيغرقوا يمكن ما يهمهاش نفسها إنما المنظر ده هعمل المستحيل فضلت عشرات السنين تكافح ليه؟ ما سيبش جوزي وعيال يغرقوا أبداً طب كام أم فينا دلوقتي مركزة إن عيالها دول ما يدخلوش النار؟ بتعمل إيه عشان توصل لكده؟ بتفرك قد إيه؟ بتشجع جوزها قد إيه؟ بتشيل على قدها قد إيه شيل عشان توصل للشكل الأخير ده لازم هي وبتها يخلصه في تكوين سبعة يقول في ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويافث بنوا نوح وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معهم إلى الفلكة مش كيف أقول لكم كتاب بيذكرها دايماً مرأة نوح ليه؟ لأنها بصراحة ستة الستات مع كل التعب ده شايف عيالها دخلين الفلكة إنهم دخلين السم وشايف جوزها تقدم من طريق كأنه داخل السم وهي سحبت ثلاث زوجات بنات عشان تدخل كمان السم معها وأول ما أتقفل الفلكة عليهم العالم كله هلك والتمانية دول كملوا للحياة الأبدي تالت نقطة طبعاً أنا بجيب من وراء السطور يعني أنا عارفة تقولولي ما فيش كلام كتير في النص بس في تخيل وتخيل بريء ما يضرش تربية ولادة ما جاتش تصير التربية ولادة بس قلولي بقى تلت صبيان ولاد يشتغلوا مع أبوهم في شغلة صعبة أوي وملهاش أجر في زمن كله شر وكله شهوات وكله إباحية وكله خطية على أولد هينزل طفا حد فيكو يعيال متخيل يعني إيه مطر ينزل يغطي جبل لا طب إيه بابا وماما بيقولوا كده أمهم أكيد كانت بتربي إيمان جبار عشان التلاتة يبضلوا سمعين صوت أبوهم ومشيين وراه وبصر له باحترام ومصدقين فيه ومكدبين العالم كله ده دور الأم دور الأم أن تخلي ولادها يحترموا أبوهم جدا ويصقوا فيه ويمشوا ورا بزال هو شخص بتاع ربنا ويسمعوا كلامه وكلامها ضبنيا ما مش عارف إزاي التلاتة ولا واحد فيهم طلع غلط الشكل المثالي ده التلاتة متربيين إيمانهم جبار كده زي بوهم التلاتة انفصلوا عن العالم كلهم شباب صغير وثاني برجعكم الفكرة إذا الأرض كلها قد فسدت إذا كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض يعني كل الناس بدون استثناء مع دلعيلة دي أشرار وهي بتربي تربية مبنية على حاجة اسمها الإيه الاختلاف والاستقلال نبسي كل الأمهات اللي بيسمعونها يفتكروا الكلمة دي تربية الاختلاف يعني إيه انت مختلف كل الناس تجذب انت لا كل الناس تسرق انت لا كل الناس تمشي في الشهوات انت لا والاستقلال يعني إيه مش معنى صحابي هيعملوا كده لازم أعمل لا مش معنى الدنيا كلها بتقول كده لازم أمشي على الدنيا لا أنا مستقل تربية الاختلاف والاستقلال دي ضعيفة جدا في بيوتنا دلوقتي وده اللي بيخلي عيالنا يمشوا في طياراتهم مش عارفين نلموهم بعد كده دور الأمهات في بيوتهم أول خمس ست سنين أخطر من دور مدارس الأحد أخطر من دور الكنيسة كلها لأن فين الأم اللي بتربي إحنا مختلفين إحنا بنقول أبانا اللازم إحنا أولاد ربنا إحنا شايفين نار جهنم وشايفين السامة شايفين الطفان اللي جاي ومسدقين ربنا نازل كلها بتجذب ربنا مش بيجذب رب تعيالها تربية عظيمة جدا فلقينا التلاتة شغالين مع أبوهم تمام مئة سنة بيشتغلوا مع أبوهم بصنلوا باحترام بيعين الدنيا كلها بهذا الإيمان اللي اتزارع زي ما تقال بقى على تيموسوس من أمك ومن جدتك يعني الأم هنا هي مصدر الإيمان للعقل أكتر من الأب مستودع الإيمان بيبقى في الأم الأب له دور لكن الأم اللي بتردع وتربيه هو موسى خاد الإيمان من إيه من يكابت السنتين ثلاثة اللي بيرضع من أم وتزرع الإيمان جوا شفنا بعد أربعين سنة وبعد ثمانين سنة شغال بالإيمان القديم ده كمان حرصوهم يفضلوا عيلة الحتة دي ضعفت جدا في بيوتنا إحنا ما سمعناش عن نوح غير نوح ومراته وثلاثة عائل وزوجاته الفاميلي دي الأسرة دي قد كده متكتفة قد كده ملتصقين ببعض مش مستعدين واحد فيهم يطلع براهم بكل الطرق لازم يبضلوا متمسكين عارفين إيه اللي يخلي أسرة متمسكة الأم الزوجة والأم هي اللي تخلي أي أسرة متمسكة ياما ستات طفشت حيلة جزها وياما ستات وقعت مع أخوتها وياما ستات ضيعت عيالها لأنها ما كانتش وعية لفكرة إن البيت يبقى أسرة متمسكة إنما مرات نوح دي إزاي خلت عيالهم ما يطلعوش براهم وكمان زوجات ولادهم ينتموا ليهم الحية الحتة دي مش سهلة أبدا لكن واضح إنها ربط فيهم احترام نوح كأنه من ربنا يعني فنوح ده بالنسبة لهم ربنا على الأرض وبالتالي كملت الرحلة على سلام علاقتها بقى بزوجات ولادها من كتر ما بنسمع عن مشاكل حماتي ومرات ابني الواحد بيبص لمرات نوح دي دي ستة عظيمة بجد ومراتات ولادك يعيشهم معاك سنة مقفول عليكم أفص مقفول عليكم بيت دايق لي لأنه كله حيوانات مطلوب منكم شغل فظيع جدا يوميا كمية حيوانات ونفايات بقى وريحة ونظافة إزاي عرفتي تريحي التلات بنات وما يتخنقوش مع بعض وما يتخنقوش معاك إنتي أكيد ستة حكيمة جدا إزاي خلتيهم إخوات في بعض ما يوقعوش الإخوات في بعض إزاي حفظتي على علاقتك بيهم أمرات نوح نفسها بقى زي حماتي ليه؟ شايفة الجدعانة وشايفة الاحترام شايفة الأدب والتواضع شايفة المحبة شايفة بتربي عيالها الزعي فكل زوجة صغيرة دخلت من العالم الوسني ده بقت حماتها دي قدويتها وعشان كده سمعنا إن البنات دول هما اللي عايشوا ودي إشارة هما اللي دخلوا السماء وهم دول اللي جابوا كل الأجيال على فكر يعني نوح وولاده ما سمعناش إن نوح ومراته جابوا عيال تاني إنما سام وحام ويافس هما أساس انتشار كل شعوب الأرض بعد كده من الزوجات الفضليات دول الستات الكويسين دول اللي اتربوا على مرات نوح إزا ستة دي عرفت تكسب بناتها بطريقة مش بناتها بالجسد تعرفين بقى ساعات الأم متغير من مرات ابنها وتبقى بنها وبنها حساسية كان أم بيتخنقوا على الولد لا ستة دي أكيد كان مخاة كبير قوي وشايفة خلاصهم خلاص العالم أهم كتير قوي من بقى الكرامة والكلام الصغير وكيد كانت هي اللي تقوم تنظف أب أول واحد عشان كده يختشوا البنات الصغارين يقوموا يساعدوها فقدوتها خلتها تكسب الكل وأكيد التلات بنات دول ما كانوش زي بعض مختلفين دوبت الاختلافات خلتهم يحبوا بعض يحبوا رجالته يحافظوا على نفسهم ويبقى البيت كأنه في السماء نوح ومراته سام ومراته حام ومراته يافس ومراته ده كأنها بالضبط جو العهد الجديد ده إحنا لما نبص بعد كده نلاقي داود مقدرش يمشي على شكل المثالي ده وطبعا ولا سليمان ولا ناس كتير يبقى عشان تنجح إنها تعيش في بيت عيلا انتوا عارفين بيت عيلا دلوقتي للأسف في ناس تقولك لا 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 بلاش بيت عيلا دي كان زمان بيت عيلا دي حاجة يفتخروا بيها ليست كبيرة معاها ولادها ولادها كل واحد له وشقتها بس بيت عيلا كبير ومفتحين على بعض دلوقتي أغلب الجيل الجديد يقولك لا احنا مش نعاوزين صداع مش عاوزين مشاكل اللي يسكن يسكن بعيد الكبير يقول كده والصغير يقول كده هي دي الحقيقة من قصص الفشل اللي بنسمعها من قلة العقل إنما لو ستة كبيرة بالزهد حكيمة قوي متواضعة قوي لعبت العيلا دا يبقى جنة دا بقى أحلى تربية يبقى محبة حقيقية يبقى مفيش حد ممكن يزعم التاني أبدا والكبير هو دايما اللي يعرف يجي على نفسه ويلاملم الدنيا بسرعة فهم عاشوا كأنهم في بيت عيلا بس جوه الفلك في ظروف مهددة بالموت كل لحظة ومعها كده يعني اشتغلت تحت الضغط النفسي ده بمنتهى الكفاءة ونجحت إنها تنقذ بيتها كان بان ونوح الذين خرجوا من الفلك سامن وحامن ويافس وحام هو أبو كانعان هؤلاء الثلاثة هم بانوا نوح ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض ده كده تكوين تسعة نهاية القصة هي كوفئة إنها شافت النور تاني شافت عيالها ماشيين على الأرض تاني وهي شايفة إنه خلاص العالم كله قبلها انتهى هي بتبتدي تبقى حوة جديدة فهمين المعنى ده؟ مرات نوح تعتبر حواء جديدة لأنها نجحت في اختبار أصعب كتير من بتاع حواء القديمة دي طلعت جدعة قوي واستحملت كتير قوي عشان تنجح في نطلع الفلك وتسكن فيه وتنجح جوه الفلك في تدبيره لغاية مخارجة للحياة أنا عديت على حكاية الشغل داخل الفلك بسرعة إنما بس هديكوا لقطة كده تتخيلوا الفلك شكله إيه؟ بذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام ويفس بنه نوح ومرات نوح وتلت نساء بنيه هم وكل نوحوش بأجناس وكل البهاين بأجناس وكل الدبابات التي تدب على الأرض كأجناس كل الطيور كأجناس كل عصفور كل دي جناح دخلت إلى نوح إلى الفلك اتنين اتنين من كل جسد فيه روح حياة حاجة عجب عندنا جنينة حيوانات متحركة طول الوقت وربنا طبعا مدي نعمة مفيش الوحشية اللي بنعرفها لكن طبعا لازم كل ده يأكل يوميا كل ده يشرب كل ده يتنظف مطرحه يوميا مجهود فظيع جدا ده أي جنينة حيوانات بيبقى فيها 200-300 موظف على العامل يعني هما كلهم ايه ثمان تفرد بالعدد ومين ريز بقى الحتة دي هنا مش نوح بقى غالبا مرات نوح هي المدبرة مجهود فظيع لكن طبو مقلوبة ده ربنا سمح بكده هي تشيل الشيلة مسمعنهاش تزمرت مسمعنهاش اشتكت مسمعنهاش يقست مسمعنهاش نكدت حالدنيا لا كان فيه خوف مقدس بيحرك وكان فيه نعمة واضحة من ربنا تدبير هذا الفلك داخليا يعني مش حاجة سهلة لكن الست دي كان فيها نعمة قيل عن نوح في العهد الجديد بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى خلي بالكو نوح ده عاش بإيمان ليه انت شفت الطفاق لا تخيلتك لا ينفع الماء يتغرق الدنيا لا طب اما للجابل ده هيتغطى مية ازاي مش عارف طب تعمل ايه عامل ربنا أهله يا عم انت بتقول كلام مصبوط طبعا بعد كده بقى حصل اللي ما كانوش يتوقعون الارض هبطت فالبحر الكباز غير المطر اللي نازل كله اتغطى فعلا كأنها قبل الخلق تماما لكن تخيل الموقف كان صعب جدا وبالتالي كان الشك ممكن يبقى أقرب للعقل جدا من الإيمان لكن الحياة نوح مشي بالإيمان وامراته مشيت وراء خاف فبنا فلكا لخلاص بيتي فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان آخر نقطة عاوز أقولها موقفها من خطأ جزء تعرفين نوح في آخر حياته يذكر موقف سنة ستميات رجل كبير خلصنا المأمورية الصعبة طلعنا مشينا على الأرض عمل بقى الزبيحة وطلع قسقزح وخد وعده من ربنا وابتدى يزرع الأرض والأرض تطلع خير وخلاص مفيش عيلة غيرهم في الدنيا دي كلها زرع كارن شرب زياده من الكروم وبعدين ساكرة وتعرى حاجة صعبة قوي على الرجل العظيم ده المثل الأعلى لولاده ومرطات عياله كلكم عارفين بقى إن كانعان الحفيد كان جيه ابن حام بص بص وحشة وحام مشي ورا الزهر سام ويافز بقى خدوها بكرامة غطوا على أبوهم نوح هي مرات نوح فين في القصة ما بتكلمس ليه؟ الكلام وقت ولا السكوت وقت مفيش تعيير مفيش كلمة بايخة مفيش غلطة كده ولا كده ما قوتش مثلاً حام على أبوه ولا كانعان على جده لا 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 دي ستة عندها مبادئ حتى لو جوزها غلط هي أول واحدة تسطر واحدة دافعة ودايماً تقدر بصاله لا النوح دا كبير قوي عندي النوح دا من غيره كنا من بدر يغرقنا وموتنا فمهما الراجل دا غلط ما حسناش إن البيت اطلخبط مش زوجة مثلاً جوزها غلط غلطة يبقى خلاص بقى مسكاله على الغلطة لا لا دي واحدة بتحب جوزها بجد وأمينة لجوزها جداً وهو كإنسان ممكن يغلط وربنا سامحوا لأنه تاب وحسب غلطته لكن هي سترة على جوزها طبعاً وزاي تحتوي الموقف رغم إنها عارفت إن في لعنة وصلت لكناعان بروح نبوها لأنه دول هيبوا أكتر شعب واسعني بعد كده لكن هي قدرت دفتف عليهم كلهم ودخال العيل يرجعوا يحبوا بعض تاني والدنيا عدت على خير والعيلة دي عاشت كأنها عايشة مع ربنا للآخر بفضل هذه الستة العظيمة أظنها قديسة عظيمة يمكن نتعرف بها في السماء لكنها بتشولنا على جزء من جمال أمنا العدرة كل سنة وانتوا طيبين لإلاءنا كل مجد وكرامة لأبداً